بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبقوثي رحمة مهدا كل ما بنقعد وبنحاول بقدر الإمكان أن احنا نتأمل في حياتنا بيظهر لنا جلساء كتير وجليس النهاردة لما بتبرنا علينا الأوقات الحلوة دايما بنطلب وجوده نطلب وجوده لأنه وبيحسسنا بأن الأوقات الحلوة دي ولزيتها ممكن تفضل معانا بس برضو احنا بنطلب وجوده بنخاف قوي 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 من أي تغيير يحصل في حياتنا في الحقيقة الجليس ده على قد ما هو مرتبط بالحياة الحلوة لكن هو جليس بنعتبره فخ ممكن يعوق حياتنا بشكل كبير جدا ليه؟ لأنه هو جليس بيخلينا عايشين في الماضوية عايشين في الماضي ما نتقدمش لقدام جليس النهاردة هو طلب دوام الحال أو بنسميه فخ استدامة الحال يعني إيه؟ إن احنا نطلب أن الحال الكويسة اللي عندنا والحال الحلوة اللي عندنا تفضل موجودة شوف أنت إزاي على طول أول ما قلت لك الكلام ده أنت حسيت بإيه؟ طب هو ده حاجة وحشة؟ إن الحال ده يفضل موجود؟ هو اللي مش الوحش إن احنا نطلب إن الحال إن يبقى حالتنا مليانة بالسعادة وبالهنة ومليانة بالنفحات وخاصة لما تيجي علينا مواسم مليانة بالنفحات زي موسم الحج فيمر الناس كتير بأحوال بديعة زي حال بعض الحجاج لما يرجعوا لحياتهم بعد الحج بيبقى عندهم شعور أنا نفس الحال اللي كنت فيه من الطاعة والإحساس بقرب ربنا والشعور بصفاء قلبي إن هو يدوم أفضل على الحال دي على طول وهليه ترى؟ هفضل محافظة على حجتي بعد ما أرجع لحياتي وأشغالي؟ يعني إيه؟ يعني هل فعلاً أنا هقدر أرجع للحياة تاني؟ هنا بنفقد شيء مهم جداً جداً يتعلق بالعبادة إيه بقى؟ بنفقد وظيفة العبادة في الحياة ليه طيب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني المقصود بعد الصلاة إن احنا نرجع للحياة قل إن صلاتي ونسقي ومحيايا وماتي لله رب العالمين فاتضح إن الصلاة ويه النسك برضو في النسك شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ من حج ولم يرفس ولم يفسق ولم يرفس ولم يفسق عاد كاومة ولدته أمه يعني عاد إيبه هو لازم يرجع تاني للحياة فلما يرجع للحياة يرجع كأنه مولود جديد زي الصلاة الصلاة إلا الصلاة في نهاية الحديث مكفرات لما بينهما إذا استنبت الكبار يبقى إذن الحال اللي احنا بنبقى فيه في العبادة المقصود به إن احنا نحوله إلى قيمة ونرجع به إلى الحياة وعشان كده حال كتير من الناس بعد موسم الحاج اللي بيكون فيه نفحات أو بعد طاعة زي في الصلاة وزي في الصوم وكأننا بنطلب استدامة الحال اللي احنا بنكون فيه في هذه الطاعة منقطعين لعبادة الله سواء في الحجة أو في الصلاة يفضل معانا أو الصوم يبقى يفضل معانا الحال ده على طول الحال اللي احنا فيه دلوقتي هل هو حال سيء ولا هو حال من أحوال الناس لأن ساعتها لما بنطلب دوام الحال بيبقى جوانة شعور أشبه برفض أو مقاومة أي حال جديد بتكون فيها حتى لو كان الحال ده تلعودة إلى الحياة فيه الناس كتيرها بتبقى عايزة ما ترجعش للحياة تاني وقد يكون ده مبرر قوي للفاهم اللي أنا ما بحبوش أن احنا عايزين نموت في الحج وده مش كويس ليه؟ لأن هو إيه اللي حصله؟ أن الحال اللي أنا في الحج ده أنا مش هقدر أسيبه وارجع تاني للحياة أنا عايز الحال ده بس ومع أني حديث رسول الله سلم بيعلمنا أن الحج جاي للحياة مش للموت عارف استثامة الحال ده بيبقى هو إحساس أننا عايز أجعل حياتي تقف عند هذه اللحظة مع أن العبادة دي جاي عشان حياتي تستمر وعشان جده لازم نسأل نفسنا هاي اللي سبحانه وتعالى طلب مننا أن احنا نفضل على نفس الحال طول الوقت يبقى على حال واحدة طول الوقت تعالوا نتأمل حديث رسول الله سلم لما جاء حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول إيه لقيني أبو بكر يخص سيدنا أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين يعني شايفنا كأننا شايفين الجنة والنار فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا ايه فكل عندنا نسينا بقى الجنة والنار والجمال اللي احنا فيه قال أبو بكر فوالله إننا نلقى مثل هذا ده نزيك فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لا صفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ترجمة نانسي قنقر